السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده برنامج البلندر برنامج بيشتغل على الحاجات 3D هو برنامج open source و free يعني باش محتاج ان انت تدور على crack انا بلاي بعض الناس تقول لي هو فكرك بتاع البلندر يعني ما بطلوش منك لباسورد وراك راك ورحي خالص هو معمول free ومعمول open source لو انت مبرمج وعايز تطلع على شفرة الكود سهل انت تطلع عليها بدون مشاكل خالص نحن هنا بالله الواجهة بتاعت الشغل بتاعنا ممكن نبدأ الشغل هنا ارسم اي حاجة انا عايزها ممكن نقول له واضي في اي شكل انا عايزه مثلا بلندر لما تبدأ تكبر تحكم في المقاس فتايع وتحكم في كل حاجة انت عايزها عايز تلغى بتقول له delete ايه عنصر عايز تعمل على select بتدوسه على click mini بقى انت كده عملت على select وتقدر تقول له مثلا انا عايز ان الو transfer اللي هي بتعادل move وممكن اقول له انا عايز اتحكم فيها ايه يعني انا عايز translate في ال X بس او في ال Y بس Z بتدوس حرف Z وتبدأ تحرك في Z او اقول له انا عايز تحكم في ال X يبقى خلاص كده انت تبدأ تحكم تحرك في ال X ممكن تقول له انا عايز تحكم في ال Y تمام ممكن اقول له rotate نمسك وتلفز شكل وممكن تقول له rotate وتقول له انا عايز اقلفه في ال Y بتلفز شكل في ال Y ممكن تقول له scale وتبدأ تعمل scale زي ما انت عايزه طيب كل ده انا بقى اتم على انصر كله من اول الاخر طيب انا عايز اعمل تعديل في مثلا الحوافة ديت او في النقطة ديت تمام طيب دي بقى اللي هنشوفها ازاي او هاجي هنا شايف الحاجات ديت هنا بابدأ اقول له مثلا انا عايز اشغل على edit mode edit mode بيدخنف بي ابدأ اه اختار الحاجة اللي انا عايز يعني ممكن اقول له مثلا اي انا عايز اتحكم في النقط بس اجعل النقطة دي ودس كل الكيمين يبقى انا كده هتحكم في النقط دي يبقى لما اقول له translate هعمل translate للنقطة دي بس وممكن اقول له انا عايزها في ال X يبقى انت كده هتحرك في ال X بس تمام طيب لو انا عايز الغي ال select دوت ادوس حرف ال A يبقى انا كده select بتاع تلغ تمام طيب وكده انا بحدد اه النقطة هدوس click يمين عن النقطة دي و click يمين عن النقطة دي يبقى انا كده هحدد النقطين ممكن النقطين دول اعمل له move او اعمل له rotate او اعمل له scale اي اقربوا ويبعدوا عن بعض تمام طيب دلوقت انا كده اتحكم في النقطة ممكن اتحكم في النقطة عن طريقه ان انا احدد النقطة دي والنقطة دي هدوس SHIFT والنقطة دي كده اتحكمت في مكمل هون فممكن اقول له تنزيلك مرة واحدة للنقطة دي كلها طيب ممكن هدوس على الحرف ال-B هدوس الاول حرف ال-A عشان ما يبقاش عمل سيلكت خالص هدوس على حرف ال-B وابدأ احدد مثلا بي كده انا احدد اي مجساعة تمشي فيها فيها نقطة المربعة ده تعملها سيلكت يعني هدوس حرف ال-A كده انا مش عمل سيلكت انا عايز اعمل سيلكت للنقطة دي اروح دايس حرف ال-B الخفيفة و انا حامل المربعة كده اي حاجة موجودة هنا خلاص دي بقت معي اقدر اقول لهم اعمل لهم move او اعمل لهم rotate او اعمل لهم scale زي ما عايز scale لهم يبعدهم بعض او يبعدهم بعض ممكن استخدام القرقوم لو انا عايز حاجة ازبطها او الاكسات دي اللي انا عايز انطري الاكسات تمام طيب انا هدوس حرف ال-A عشان اخرج من المضاء خالص عندي حاجة تانية ان انا ممكن ادوس حرف ال-C ويبدأ اخد مصار واي نقطة اهتواع في المصار هو يختار هل على طول يبقى ان كده عندي كده طريقة لعمل سيلكت ممكن عن طريق حرف ال-B وهرسم اي مربع اي نقطة موجودة في المربع ده يختاره او حرف ال-C وهبدأ ارسم مصار اي نقطة في المصار دوت هتختاره على طول automatic بعد ما عملت اختيار هبدأ اعمل translate أو rotate أو escape طيب ده كده عن المصار النقطة طب لو انا عايز عن المصار الحواف هاجي شاف الثلاث مربع صغيرين دول اول واحدة دي فرتكس بختار النقطة وبعد كده edge بقوله edge و راح اختار مثلا ايه بالكليك يمين اختارت مثلا حفة دي وهنا اختارت الحفة دي تمام و كده اختارت الحفتين و كنا ننالهم مرة واحدة او اختار حفة واحدة وقوله translate أو rotate وابدأ احرك تمام طب بفرض ان انا عايز احرك سطح من الاسطح اجي هنا وقوله انا عايز اختار face وادس كليك يمين ممكن اختار واحدة كمان لو انا عايز بس اكون دايس على control وقوله translate وابدأ احرك الاثنين مع بعض زي ما انت شايف الامر سهلة جدا في ان انت تغير في الشكل زي ما انت عايز طيب نكمل مع بعض اتعرف على برنامج البلندر انا هنا ممكن اجي هنا دلوقتي الجزء دوت ابرع عن timeline لو انا هشغل في موضوع الوقت اللي لازم اكون في ال object model اول اجي هنا اول frame وادوس على التسجيل بحيث او تماماتك هو اي حاجة عاملها سجيلها وقوله translate تحرك وقوله هنا مثلا translate rotate scale وممكن اقول له off بعد كده اقول له اعمل تحريك دي حاجة صغيرة جدا ان انا عملت اول frame اساسي واخذ frame اساسي وعملت بينهم حركة معينة وممكن اجي هنا في النص وقوله اعملي حركة مختلفة تمام اي frame هيجي في النص وابدأ اعمل علي حركة مختلفة هيتسجل معي كده انا عندي frame اساسيه 1 2 3 4 واللي في النص دي حاجات فرعية هو automatic بعمله بش محتاج ان انا اعمل frame frame هما انا كده اعملت انه 50 frame هو بعمله كلهم طيب لو انا عايز اصدر الشكل دوت الاول لو انا عايز اعمله render اشوفه في الرندر هاجي هنا وقوله انا عايز اشوف ايه render ماشي طيب ممكن اجي هنا في الرندر وقوله render animation هيبدأ يعمل هالي في الرندر طيب انا اساسي محطيتش اشكال ومحطيتش اي حاجة خلص تمام بزرس كيب عشان اخرج من render طيب لو انا عملت الرندر مزبوط وعايز اسيبه هاجي هنا تمام دي حاجة اسمها بروبارتس هلاقي output هابدأ خرج الحاجة هنا هقوله سياف للشغل بتاعي في المكان الفلاني مثلا عديه مثلا تمام وقوله مثلا خد الاسم دوت accept ماشي طيب هاي سيافها لي صور ولا فيديو ولا ايه هقوله اجي هنا دي امتدار بتاع الصور بمي بي 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 جي جي بي جي وعندي مثلا فيديو موبي هقوله سيافها لي مثلا اي بي اي اي او 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 جي جي او جي جي ده امتدار خاص بالحاجة الى اونسورس تمام وبعد كده بقوله اعمل الرندر وشوف الكلت التحتي هو اوتواتيك اول ما بتقول له اعمل الرندر بيبدأ يعملك ملف وراح ما بصدره لك في المكان اللي انت حددته بالاسم اللي انت عايز تختاره تمام هنا مثلا دي هنا مثلا انا كده اشغل على التايملاين ممكن اجي هنا اقوله انا مش عايز شغل على التايملاين يعني اعايز هنا اغير القائمة دي قائمة ثاني اجي هنا اقوله مثلا دي خليها لي وليكم مثلا image editor لديه شكل اختلاف بحيث ان انا اعمل حاجة تانية ممكن اقوله انا عايز موفي clip editor كل مرة بقدر غير دي قوائم كلها طبعا انا فتحت القوائم دي كلها مرة واحدة هيملال الشاشة تمام ونحن الشاشة بتاعتنا صغيرة باش نقصة فانا بختار الحاجة اللي نعيدها بقوله مثلا graph editor graph editor ده بجيبلي الشكل الحاجة اللي بتتحرك طبعا دي نقطة نقطة من النقاط الموجودة x location y location z location بيبدأ يختار الحاجات وانا ممكن اعدل فيها ونشوف الموضوع ده ان شاء الله مع بعض دي عبارة عن شوية كوائم ممكن مثلا اقوله info دي بجيبلي info بيقوللي user preference انا بشوف اللي انا محتاجه دلوقتي وارح فتحه انا مثلا ديوتي بحتاجه التايم لاين خلاص ايبقا انا هجيب التايم لاين معي وما شغلش حاجة تانية طيب ده كده لو انا شغل على default طب ممكن اكون مسلا عايز اشغل في street view اهو ده كده street view انا كده مش عايش في حاجة تانية عايز اذا شوف الانيميشن ده كده بيزبط الانيميشن بتاعي دي اللي احنا نكون درس جايبينها وشوف ايه الحاجة تتحرك ازاي فحيس ممكن نسرح حاجة نقص حاجة زي ما نشوف ان شاء الله مع بعض في الدروس اللي جاية ممكن اقول له ده انا عايز gem logic عايز secreting لما انت عامل secreting وعايز تشغل عليها video editing واد في عاية تفاه والتفصيل بس احنا نشوف الحاجات الاستية في البرنامج اللي احنا لازم نكون عارفينة ما احنا نشغليه تمام طيب هنا برضو دت قايمة دي hairs مثلا ده بيورن الحاجة اللي 2 ايه olha 3d view ممكن اقول انا مش عايز summarizes نشوف مثلا move clip editor خلص يخفر الجزء الفوق طب عايز عارجع هقول له 3d view ممكن اجينا من view ألاقيه Toggle View Screen هيملاقنا ال Screen لا ده لمش عايز كده راح اقيله ايه عندي حاجه اسمه Qt View Ctrl Alt Q ده بيعمل ايه بيأسنل ال View لاربع أسام زي ما هكونا متعودين في 3D Max ممكن نجي من هنا اقوله انا عايز اشوف هنا الكاميرا تمام او عايز اشوف ال Left و ال Right Automatic اول ما بتختارها بيتغير على الحاجه الاكتف دلوقتي و ال Full اسمه بتغير اقوله مثلا انا عايز الكاميرا فاجيبه الكاميرا دي الكاميرا اللي هتطلع معي لما اجيه اعمل شكل الرندر تمام وبتيجي هنا بتلاقي دي ال Outliner دي فا العناصر اللي موجوده دلوقتي في الشور بتاعي مثلا عندك فيه لمبة فيه كيوب فيه كاميرا فيه دي الحاجة اللي موجوده فا قلب الشور بتاعي ممكن اطفي حاجه اشغل حاجه زي ما نعايز او ممكن اضيف اي حاجه نعايزها ممكن مثلا اضيف اشكال زي ديت كيرف سيرفيز تيكست ونشوف ازاي نبقى نكتب بالعربي ممكن تحط كاميرا ممكن تحط لامب بوينت نقطة معينة صن اشاعة كلها متوازية لان الشمس بعيدة اوى عننا فعلى ما بتيجي الاضابة بتاعتها بيكون لهم وزين لبعض ثبوت جاءنا معك كشاف الهيمي الهيمي دي مختلفة عن اللي موجودة في الطبيعة هي عبارة عن دوق بس ما بيعملش زل الاشكال اللي هو بينورها دي بنستخدمها لما يكون مثلا انا عندك مبنى وفيها حتى مثلا لقيتها ضال مزيدة عن اللي زوم فبتستخدم الهيمي دوت عشان تنور او تقلل الغمقان او الضالما اللي موجودة في المكان دوت تمام؟ زي ما تشاف البرنامج يعني واحدة واحدة ان شاء الله هتلاقيه بيقدلك كل الاغراض اللي موجودة في البرامج زي سير دي ماكس وبسهولة ما بياخدش منك الوقت كتير البرنامج خفيف خمسة وخمسين ميجا بينما مثلا سير دي ماكس سبع جيجا يعني سبع تلاف ميجا في مقابل خمسة وخمسين ميجا والاتنين بيقدوا نفس الغرض والاتنين بيعملوا شغل هايل وبتعمل لهم اثلام كبيرة فاتمنى ان البرنامج البرندر ان شاء الله عليه وان شاء الله ان لقيه سهل و لزيز وربنا وفق الجميع ان شاء الله او مرسلين